أبدكن المئة وثلاثة لميلاد الزعيم الإفريقي الراحل نيلسون مندلا مناسبة لإحياء خصال الرجل ونضالاته في سبيل التحرر وبشعار مندلا من الثورة التحريرية إلى دعم حركات التحرر الصحراء الغربية نموذجا نظمت جمعية مشعل الشهيد وشبكة الصحفيين الجزائريين المتضامنين مع كفاح الشعب الصحراوي وقفة عرفان حول هذا الرمز الجنوب إفريقي أمرتني القيادة باش ناخده على ميدان الحرب يشوف بعينيه يعني ما تصير وبعدين إلى مركز تدريب وأعتقد أنه هذا اللقام بين مندلا وجيش تحرير كان نقطة أساسية في توسيع فكرة مندلا بالنسبة إلى الحركات التحررية في إفريقيا ماذا تبقى من هذا المصاري النظالي في إفريقيا؟ ماذا تبقى من الفكر المقاوماتي في إفريقيا؟ كيف ننظر إلى الفكر الذي جاء مع حركة التحرر لبانفريكانيزم كان هو اللق أو الصانع للمصارات في إفريقيا؟ أسئلة تنتابني عندما أنظر إلى ما يحدث في دول الصحراء الإفريقية وضع هش جدا، هجمة استعمارية شديدة، وضع إرهابي مصلط على المنطقة الثورة الجزائرية التي تحمل قيام التحرر من الاستعمار كانت بالأمس نموذجا يقتدى به بالنسبة لمندلا ورفقائه ولتزال مرجعا لآخر مستعمرة في إفريقيا الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من حق إفريقيا أن تفتخر بإسهامها في الحضارة البشرية من خلال ما قدمه الزعيم نيلسون مندلا من كفاح ونضال من أجل قيم الحرية واحترام حقوق الإنسان والتعايش السلمي بين الأمم هذه المناسبة التذكارية لمندلا من طرف الجزائر تأتي في سياق مساندة التوراة التحررية وبالأخص التي تأخذها جبهة البوليزاريو نحن كجنوب إفريقيين لا ننسى فضل الجزائر ومساهمتها في دعم تحررنا مثل ما احتضنت الجزائر الراحل نيلسون مندلا بالأمس وألهمتهم مبادئ النضال التحررية ها هي اليوم تحيي ذكراه وتستذكر خصاله حفاظا على ذاكرة هذا المناظر الرمز ترجمة نانسي قنقر